مناصر كبريات الأندية الجزائرية بصوت واحد سنطير إلى أي بلد تجرى عليه المقابلة التصفوية للمنتخب الفلسطيني المؤهل لمونديال 2026 وكأس آسيا فرفض الاتحاد الأسيوي طلب الاتحاد الفلسطيني باستضافة الجزائر لمقابلة فارقه الوطني لن يكون عائقا عن تشجيع منتخب الجزائر السطين والحنا نعبنا في السوداء ورحنا في الطيارات ورهم شعبات ديجة ومقاع قتلوها مساكن شعبهم قع قتلوهم ورهم شكو راح يوقف معاهم هم هم احنا في فلسطينيوين تلعبوا دلوحوا لها تلعب في أي بلاد طلعوحوا لها ما عندناش مشكلة احنا تلعب في ليبيا تلعب في تووبين طلعوحوا نروحوا معاهة أسيادوكو حكمتاها وحدو وحنا حكمتا عنها وحدو احنا فرحنا بارك طريق من ناحيتها رابطة مشجعي أكبر النوادي الأوروبية في الجزائر أعلنت استعدادها للمساهمة في تنقل الأنصار إلى البلد الذي سيستضيف مقابلة منتخب فلسطين الشقيقة كشفين عن خطوات أخرى أقدم عليها لمساندة القضية الفلسطينية من خلال رياضة كرة القدم تواصلنا مع الإدارة السيتي تواصلنا معهم من المغرب العربي المغرب العربي تونس ومصر بعثنا الإدارة السيتي وقلنا لهم لو كانت رفضوا علامة إسرائيل ننسحبوه نهائيا نحن عدنا الكورا جلجة لخوتنا في رسطين ننسحبوه نهائيا هذه حاجة مبدأ أيها الإدارة السيتي قبلوا العرضة ديانا وما رفضوش علامة إسرائيل وكما لاحظنا الرئيس السيتي للخلدون راح إعانة كبيرة للفلسطين مع الأعضاء تهونا نقدر أن نديره هنا إدارة مخصة بالفلسطين إن شاء الله ونشجعهم مهما كان نحن معها ضلموا ولا مثلهم إن شاء الله ولأن الجزائر خاضت نفس الحرب التحريرية التي تخوضها اليوم فلسطين وكان لفريق جبهة التحرير الوطني دورا فعال في إيصال صوت الثورة فإنها تعي جيدا معنى أن ترفع راية فلسطين في عالم الرياضة اشتركوا في القناة